تصلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على سود حفظه الله التقرير السنوية الثالثة والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016 للميلاد جاء ذلك خلال استقباله يده الله في مكتبه في قصر السلام في جدة اليوم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي ووكلاء المحافظ وقد نوها خادم الحرمين الشريفين يده الله بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني متمنيا للجميع التوفيق والنجاح متمنيا للجميع التوفيق والنجاح العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة استعرض فيها أبرز ما شهده الاقتصاد الوطني من تطورات اقتصادية في عام 2016 مؤكدا أن الاقتصاد الوطني حقق نموا إيجابي بلغت نسبته 1.7% رغم انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18% ليبلغ حوالي 41 دولارا للبرميل في عام 2016 موضحا أن حرص القيادة الرشيدة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين تطلب الإبقاء على وطيرة الانفاق ليبلغ ما تم انفاقه خلال العام نحو 830 مليارا ونصف المليار ريال كما شرم علي الآن الاقتصاد المحلي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نموه مسالبا في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ حوالي نصف في المئة وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموا إيجابيا بلغ حوالي 1% وبيّن معاليه أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي خلال عام 2016 بمكوناته المختلفة ومنها محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي حيث ارتفع بنسبة 8 من العشرة في المئة وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتبلغ أكثر من تريليونين ونصف تريليون ريال وارتفاع الاتمال الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8% ليبلغ نحو 1400 مليار ريال وأفاد أن التقليل السنوي للمؤسسة اجتمل على العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية التي تؤكد متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار ابن عبيد مدني